الموافقة تتجلى مظاهر الفشل السياسي في العراق من أدق تفاصيل إدارة الدولة إلى أعلاها حيث تزداد حدة الصراع بين شركاء العملية السياسية على المكاسب والمناصب بينما تعيش البلاد أزمات متعددة تبدو مظاهر الاقتصادية منها أكثر جلاءا بسبب حجم الفساد الجاثم في مؤسسات الدولة خبراء في الشأن الاقتصادي حذروا من تكرار السيناريو اللبناني في إفلاس الدولة ومصرفها المركزي حيث يتشابه البلدان كثيرا في النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والولاء للخارج فضلا عن التوأمة بين السياسة والفساد ويقول الخبراء إنما عمق من مشكلات العراق الاقتصادية عمليات الاقتراض من بنوغ داخلية وخارجية وعدم وجود سياسات واضحة ونزيهة في إدارة الأموال وغياب استراتيجية الحلول لبلد يعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور البنى التحتية ومنظومة الخدمات وزارة النفط كانت قد أعلنت أن إرادات شهر آذار الماضي فقط بلغت أكثر من 11 مليار دولار وهو الإرادة الأكبر منذ عام 1972 لكن ذلك لم يغير من واقع المواطن شيئا وعلى الرغم من إقرار حكومة الكاظمي مشروع قانون الأمن الغذائي بميزانية تصل إلى 12 تريليون دينار إلا أن مراقبين شككوا في قدرة هذا القانون على حل الأزمة التي يعيشها العراق في ظل غياب الشفافية وارتفاع حدة الاستقطاب السياسية ويخشى العديد من المراقبين من أن تساهم رياح المتغيرات الدولية والإقليمية التي تسببت بارتفاع أسعار النفط في انتعاش سوق الفساد في العراق بحيث تذهب الزيادة الحاصلة إلى بطون الفاسدين والمنتفعين بينما لن يطرأ أي تغيير على حياة المواطن المثقل بالأزمات الناجمة عن فشل النظام وسياساته الاقتصادية المتهالكة في إنقاذ البلد من براثن الفقر والحرمان